كما في جلسات الاستماع السابقة تجمع مناصر مؤسس موقع ويكليكس جولين أسانج أمام المحكمة العليا التي تنظر في قضية طرحيله إلى الولايات المتحدة قاضياء المحكمة منحه حق الاستيناف ضد قرار طرحيله بعدما اقتنع بحجج محاميه المشككة في الضمانات الأمريكية بعدم إنزال عقوبة الإعدام بحقه في حال تسليمه وبمنحه حماية حرية الصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي ناقصنا القضية دائما بأكبر قدر ممكن من الوضوح وبحكم ظروف المحيطة بجولين استطعنا تقديم الحجج أمام القضاء والادعاء لذلك نحن نتطلع إلى الترحيب بعودة جولين إلى وطنه جولين أسانج الذي يقبع في سجن بلمارش في لندن منذ خمس سنوات لم يحضر جلسة المحكمة بسبب وضعه الصحي وهو مطلوب لدى السلطات الأمريكية لاتهامه بالتآمر على مصالحها والإضرار بسمعتها لنشره مئات الآلاف من الوثائق السرية والبرقيات الدبلوماسية على موقع ويكيليكس حصل عليها من ضابط التحليل استخبارات أمريكي وشملت معلومات محرجة عن حربي العراق وأفغانستان من حق شعوب العالم أن تعرف الجرائم التي ترتكب بأسماء حكومات وأسماء الشعوب والتي كشفت عنها تسريبات ويكيليكس والعمل الصحفي لجولين أسانج ويجب الكشف عن المزيد منها كما نعلم هناك العديد من الجرائم الكبرى التي تحدث في جميع أنحاء العالم اليوم ونحن بحاجة إلى تحويل هذا الأمر لنحصل على الحرية والسلطة للتحقيق في تلك الجرائم جولين أسانج يقنع المحكمة العليا ليواصل من سجنه معركة ترحيل إلى أمريكا بعد منحه حق استئناف تسليمه للسلطات الأمريكية لمواجهة قضائها لتسريبه وثائق سرية عرضت حياة الناس للخطر كما يقول المسؤولون الأمريكيون والمعركة القانونية هذه قد تمتد لأشهر مصطفى زارو العربية لندن